حضراتكو ايه اللي جاي كمان تبع حضرتك سيدة وزير السيدة القصير طبعا وزير الزراعة وستطلاح على الاراضي ويعني عاملين كمان معاه لقاء هيبقى موجود ايضا في الحلقة النهاردة بإذن الله تعالى انه ما تسبش سينة لأي حد يفكر في يوم الايام يقولك ادونا حتة منها قصو مفيش حد ساكن لا احنا هنملى سينة بشر وهنزرع سينة بقدر ما ربنا هيدينا ويدينا من قدرات مالية لانه حجم الانفاق كبير عزيلا حضراتكو انفاق على سينة لحد النهاردة في ال 3-4-5 سنين اللي فاتوا 5-6 سنين اللي فاتوا انفاق حوالي 750 مليار جنيه شوفوا الرقم كام بقول الله حاكل كام سنة اللي فاتوا مش بتكلم على 50-60 سنة 50 سنة ولا لا بتكلم على كام سنة اللي فاتوا بس المشروعات في سينة 750 مليار جنيه بالمناسبة بيتعمل في سينة اكتر من 400 مشروع قومي شوفوا بقول لكم ارقام اكتر من 400 مشروع قومي في سينة بيتعمل حوالي 70 طريق جديد باطوال تصل لحوالي 2500-2700 كيلو مترا داخل سينة ده ما كان بقول لك طرق جديدة 70 طريق جديد يبقى ما كانش فيه طرق قبل كده الا طريق ولا اتنين بس فلم يبقى عندك سينة 70 طريق جديد ده معنى ايه بقول لحضرتك يقترب من 3000 كيلو فقط داخل سينة ليه عشان تربط سينة بمصر بالكامل بكل محافظات الجمهورية عملت ايه كمان عملت انفاق 3 يوليو بورسعيد وتحية مصر في الاسماعيلية وعندك احمد حمدي الشيد احمد حمدي في السويس شبكة كبيرة من الانفاق عملت تجمعات واسكان بتتكلم على اكتر من 40 مشروع التجمعات اليدوية عملت حوالي اكتر من 30 مشروع اسكان في 3 مدن جدات 3 مدن ما كانوش موجودين عندك سلام مصر وعندك رفح الجديدة اللي انا رحتها السنة اللي فاتت وعندك الاسماعيلية الجديدة كمان بنتكلم هنا على يعني اكتر من قرابة حوالي 70 الف وحدة جديدة وحدة سكنية كل ده سيناء ولسه كمان انت محتاج زي ما بقول لحاكم محتاج مليون مواطن في سيناء مش ميت الف ولا نص لا محتاج مليون على الاقل يبقوا موجودين هناك لما انت بتعمل عندها وتهتم بسيناء بهذه الطريقة وتعمل تنقل مياه من غرب القناة الى شرق القناة تعمل اول حاجة سيرابيوم سحارة سيرابيوم بتاخد المياه العزبة من غرب القناة لشرق القناة عشان الزراعة بعد كده تعمل محطة بحر البقر من ثلاث سنوات تعمل مشروعات تعمل جامعات زي ما حاجة بتشوف جامعات وتعمل مدارس عندك جامعة الملك سلمان لها ثلاث فروع في شرم الشيخ وراء السدر والطور تكلم على محطات تتكلم على صحة مشروعات خاصة بيقى الصحة قدي ايه كم مشروع عندنا في الصحة قدي ايه اكتر من ربما خمستاشر مستشفى جداد غير مستشفىات اللي تم عادة تأهلها بتكلم على ربما قرابة عشرين وحدة صحية جداد بقولكو على حاجات ما كانتش موجودة بقول انت عينك على هناك ما تتسبش ما قدرش اسيب مش اسيب تعمل مشروعات محطات في كل حتة في سيناء ادي محطة بحر البقر مصرف بحر البقر ما يتبقى ايه ايه تعمل ده بقولك لو ده لما تم افتتاحها وقتها تكلفة ستتاشر مليار لو النهاردة هتتكلف تلاتين مليار لو بتعملها النهاردة بأسعار النهاردة تتكلف تلاتين مليار